أطلق منتدى شباب العالم بتعاون مع منظمة يونساف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل العمل وممارسات التطوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتستمر فعلياتها على مدار ثلاثة أيام وقامت إدارة المنتدى بوضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وطيرة التأثير والتصدي لواحدة من أهم التحديات التي يواجهها الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من خلال كيفية تنفيذ وتوسيع نطاق مسارة التعلم من أجل العمل والعمل التطوعي بشكل فعال للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتهدف ورشة العمل لإشراك الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي بالإضافة إلى تكوين مجموعة كبيرة تعمل في شكل فرق لمعالجة القضايا والفرص الرئيسية في وقت واحد اشتركوا في القناة